مجلس الشورى مجلس انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية وانتخاب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة بالتوافق ما بين أعضاء كل لجنة على أحد وكانت الجلسة قد استهلت بسهلة عمالها بإختار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من الحكومة الموقرة المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين في شان الأوسمة وشان حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ننتظر من المشاريع القادمة أهم مشروع اللي هو مشروع الضمان الصحي اللي نأمل أنه يصلنا وننتهي منه قبل نهاية هذا الدور بصراحة المشروع اللي أتمنى أنه يوصلنا هو مشروع قانون الإعلام والصحافة كوني مختصة في هذا الجانب وإن شاء الله نأمل أنه يصلنا قبل انتهاء هذا الدور بنعيد مرة ثانية نشتغل على الملفات السابقة ونكمل عمل لجنة كل الملفات اللي كانت تحول إلى اللجنة وبإذن الله نسعى أن نشتغل على أي مراسيم أي قوانين أي ملفات اللي هي توصل لللجنة أن نشتغل مع بعض ونعطي آراءنا عليها وطبعا ما ننسى دور مجلس الأعلى للمرأة دورهم قوي جدا ونشكر طبعا سمو الأميرة على مساندتها الكبيرة طبعا يعني خلال هذا الدور الدور قاد الرابع لمجلس الشورى طبعا هناك مشاريع قوانين عديدة تخص لجنة حق الإنسان في المجلس وطبعا اللجنة بشكل عام سوف تناقش هذه المشاريع وتقوم بدراستها واتخاذ المواقف التي تصب في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في البحرين